موسيقى هذا أنت أنت لا استسمك ولا رسمك ولا جسمك إنما أنت برسالتك إنما أنا وأنت كما قال صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله إذا نحن عبيد في ملكه مؤتمرون بأمره وإنا إليه راجعون كل راجع عليه ويجب أن يجيب عن السؤال ماذا فعلت فيما أصيتك به هذا هو التعريف الحقيقي أننا عبيد الله جل في علاه تعريفنا بأنفسنا بمناصبنا بألقابنا بشهاداتنا بخبراتنا ألقي بها حيث ما تريد قد يقول لك الكثيرين لما يجوا عرفوا عن نفسك مين أنت؟ إيش نحكي عنك؟ قلهم لا شيء لا قيمة هذه الأشياء إذا كنت عند الله لا تساوي شيئاً ذلك الهدف أنك تعمل وتتحدث أن تستشعر قول الله سبحانه وتعالى وكان عند الله وجيها كم من مغمور في الدنيا مشهور عند الله كم من مشهور في الدنيا في القنوات والمحطات والسوشيال ميديا وهو مغمور في أهل السماوات ما قيمة هذه الأشياء عند الله سبحانه وتعالى ذلك انظر في نفسك ما هي رسالتك في هذه الحياة؟ أنت عايش تكون عمرك إيش هدفك الحقيقي؟ لون أنت رايح؟ إيش بدك تحقق في هذه الدنيا؟ كلنا مغادرون ويبقى الأثر وكن رجلاً إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا هو الأثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هياكم الله أيها الأحبة حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً في حلقة جديدة من برنامج مع النفس نعم هي النفس بخيرها وشرها ألهمها فجورها وتقواها هي النفس تلك النفس العميق المؤثرة هذه النفس التي تحسن فيها الصراعات التي تم فيها اتخاذ القرار تلك التي قال عنها الإمام عليم أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ميدانكم الأول أنفسكم فإن قدرتم عليها فأنتم على سواها أقدر وإن قدرتم فيها فأنتم على سواها أخذل وأضعف وأجبن لذا أيها الحبة ما أجمل بأن نتحدث عن هذه النفس عن مقومات صلابتها وصمودها في هذه التحديات التي يعيشها المسلم المعاصر اليوم هذا مسلم له بحاجة ماسة أن يرتقي في سلم الارتقاء إلى خالقه جل في علا نعم لأنه نجاح الحقيقي النجاح الحقيقي مش أنك تحصل شهادة نجاح الحقيقي وأن يرضى عنك الخالق جل في علا نجاح الحقيقي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور أيها الكرام في هذا اللقاء الطيب مبارك بكم وبأمثال الطيبين الشيخ الدكتور عسان حجاجري أهلا وسهلا فيك دكتور عسان وبرد دكتور محمد دهام شيح إياكم الله دكتورنا حللتم أهلا نطلتم سهلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقنا وإياكم دائما وأبدا إلى تزقيت هذه النفس إلى هذه النفس الصابرة المجتهدة المرابطة على هذه الأرض المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على عمل الخير دائما أبدا شيخ عسان نبدأ بأنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن أفضل القربات إلى الله سرور تدخله على قلب امرئ مسلم نعم إذن فيه فرحة فيه سعادة فيه أثر للدين فيه أثر تعدى هذه النفس فيه عبادة من نوع معين لم تقتصر العبادة على فكرة واحدة على فكرة الشعيرة بقدر ما هي حالة يأتي إليها الإنسان يدخل فيها ينغس فيها في إيمانه حتى يرتقي فيها ولها أثر حقيقي بهذا الاتجاه إلى أي نتجه في هذا المجال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برك الله فيكم وأهلا ومرحبا بكم أيها الأخ العزيز وجميع المشاهدين ومستمعين إن شاء الله بداية القرآن الكريم وتعاليم الشريحة الإسلامية العظيمة جمعت بين العبادة والسلوك والأخلاق والله تبارك وتعالى يقول واركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فالله تبارك وتعالى من خلاله هذه الشريعة العظيمة جمع بين العبادات والفرائد وجمع بين السلوك فهما متحدان لا ينفكان عن بعضهما ولذلك نجد أنه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يطبق على أرض الواقع بكل معنى الكلمة ومن خلال الحديث الذي ذكرته أخي الكريم أن الإسلام يحب أن يرى أبناء الإسلام وغير المسلمين كذلك يفرحون بتعاليم الإسلام وهذه التعاليم الحنيفية السمحة بحيث حينما ربط بين السلوك والأخلاق وبين العبادة والفرائد من جهة هو أراد أن يرتقي بهذا الإنسان ونفس هذا الإنسان إلى المعالي ويترقى في مدارج العبودية حتى يعيش الناس بسلام وإسلام وإيمان وطمئنان وكلنا نعرف أن الإسلام جاء بهذه المسحة الإيمانية الحنيفية السمحة العظيمة حتى مع الإنسان وغير الإنسان فحينما يخرج الإنسان دفقة من جيبه ويدخل للسرور على قلب امرئ مسلم فهذه زكاة للنفس من الشح والبخل الله عز وجل حينما قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون طيب شيخ دكتور محمد لما تستذكر موقف النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أذوا أدموا قتلوا أعز أحبابه أعز أصحابه أذوا يا رجل بل 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 بالكساحر كاهن مجنون ماشوا فيه في الطلقات ترموه بالحجارة فوق هذا وذاك تسامع على الجرح جميعا وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء أي نفس هذه النفس نعم هذا ما أردت أن عندما بدأت حديثك عن أهل مكة طبعا أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأت حديثك عن أهل مكة فعلا تذكرت عظمة النفس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النفس الزحي بظل الوحد يحكي إلي كرامة أنا هذه النفس التي لم يكن كما قالت سيد عائشة رضي الله عنها لم يكن يغضب لنفسه أبدا وإنما يغضب لله تعالى فمن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه يوما قط ولذلك هذه النفس الكبيرة هي قدوة لنا عندما دخل مكة صلى الله عليه وسلم ولاحظ أنه ادخل متأطئ الرأس متواضعا لله عز وجل لم يدخل مزهوا ولا شامخا للقامة وإنما تكاد عثنونة لحيته تلامس سنة مناقته صلى الله عليه وسلم هذه التواضعة هذه النفس الكبيرة إنما إراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون قدوة لنا تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ثم هو بيحكي لك شو يحكي عني الناس إذا صار فيه جريمة قتل بتيجي تروح عند أولياء قدام بيقول لك شو يحكي عننا الناس نعم إذا صار واحد يعتدي على واحد بيقول لك يعني أنا بدي أمر يقوله إياها أنا يحكي عني أنا واحد الضعيف المسكين وهنا ننظر هل تريد ماذا يقول الناس أم تريد كيف يرضى الله عنك هو بدك إيمان وإذلك قوة إيمان من هنا ونحن نتحدث عن تزكية النفوس من هنا فعلا هل نحن مؤمنون حقا والمجتمع المؤمن هو الذي تتعاضد فيه النفوس وتتعاون على مخافة الله عز وجل وأن يكون يعني لما قالوا العلماء في معنى التقوى قالوا التقوى يعني فسروها بهذا أن تنظر ماذا تفعل في كل خطوة تخطوها إن كانت لله أو لغير الله عز وجل أن تراقب الله تعالى في كل خطوة هل هي لله أم لغير الله طب هذا شيء الشيخ محمد بحاجة إلى إعداد بحاجة إلى صقيل بحاجة أنك أنت تحط هذه النفس في مراحل سمو طبيعي وعلى ذلك أنا أردت أن أكمل لما الرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته لما دعا ولاحظ ما أجمل هذه الآية دعا سيدنا إبراهيم ربه عندما رفع القواعد من البيت وإسماعيل أقبل منا إنك أنت سمي غايم قالوا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فقدموا أن يتعلموا ويزكي نفوسهم فلما بعث الله تعالى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم أولا بعدين قالوا ويعلمهم الكتاب والحكمة فقدمت تزكية النفوس على التعليم ولذلك إخصلاح النفس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيها أجمع هذه الأخلاق صحيح بقولنا شيخ عرسان أن العبادة العبادة التي أمر فيها التسامح من صفة الأقوياء وكان عيسى تسمه تسامحا العطاء من صفة النفوس الزكية لذلك كان معطاء عليه الصلاة والسلام كذلك كان يربي نفسه بقيام الليل لم يرفض قيام الليل على أمة محمد ثانية كاملة وبعدها قوم الليلة إلا قليلا بعدين نزلت نصفه أو نقص منه قليلا أو زد عليه وردت القرآن ترتيرة بمعنى في محطة معينة في حياتك أنت تلتزم بالشعائر الظاهرة بالعبادة نفسها بالصلاة بما يشاهده الإنسان ويجب أن يكون هناك أثر لهذه العبادة نعم لا أنا أخي الكريم يعني نعلق قليلا على قضية الفتح النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح لما سمع أن بعض الصحابة قالوا اليوم يوم الملحمة النبي عليه الصلاة والسلام استهجن ذلك واستنكر ذلك جدا وتمعر النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وغضب وقال بل اليوم يوم المرحمة لذلك يعني الإسلام هو دين التزكية بكل معنى الكلمة وخاصة حينما يربط هذا الإسلام وهذا الدين وشعائر هذا الإسلام الحنيف هذه العبادة بالسلوك حتى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه وكثير من الناس النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن صيامهم وعبادتهم تعب وسهر وجوع فقرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب ولذلك أخي الكريم الإنسان بحاجة إلى أن يجهد نفسه ويعمل على تلك النفس ويرودها على عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته لأن النفس كما قال الله عز وجل النفس أمارتهم بالسوء إلا ما رحم ربي وذلك نحن بحاجة إلى أن نعمل مجتهدين على هذه النفس لأنها متقلبة والقلب إنما سمي قلبا لتقلبه حسب الأحوال التي يعيشها الإنسان وذلك نحن بحاجة إلى أن نعمل جادين مجتهدين متوكلين على الله عز وجل ليلا ونهارا لحتى تزكو هذه النفس وتصفو وحتى يعني هذه النفس تكون متصفة ومستبغة بصبغة النقاء والصفاء والتهذيب هي كالخير الجامحة بحاجة إلى ترويض إلى تهذيب شوي شوي عليها لأنك بعض الناس لم يجي رمضان لم يجي رمضان بتلقي أول يوم بصلي عشرين ركعة أسأل المثال صلة ترويح اليوم اللي بعده بصلي عشر اليوم بعده بصليه يقول لك خلاص منصلي في المتصلي السنة بحاجة بسأل عذن الدكتور عسام بحاجة ترويض تهيئة تدريم وهذا الشيء يقول لك بأن الصراع الحقيقي يأخذ داخل نفسك في تربية نفسك وتعويدها عليها يقول نبي عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم العلم بالتعلم التزكينك تشامسك بالتزكية هذا السؤال نتوجه فيه للجمهور جمهور الكريم ونتقلنا فيه إلى الشارع لأجل ذلك ننتقل إلى الشارع حتى نشاهد متى أخ مرة سمحت فيها وهل تعتبر التسامح مصفة الأقوية ولا لازم نثقر حتى نحقق ذواتنا وننتصر لأنفسنا والهوى والشيطان كل يوم بسامح صحبيتنا دائماً أنا وياها نائر ونقير وخلص بعد شوية دقائق ببطل فيه إشي بيننا نعم إن شاء الله دائماً من المسامحين لأنه الدنيا لازم يسامح لإنسان لو مسمحش بدها تكبر وتصير مشاكل كتيرة في البلد نعم بسامح لأنه الله مسامح دائماً إحنا منسامح وإن شاء الله دائماً منسامح الحمد لله محبوب للكل فبتزعيش مع حدا يومياً بتسامح نفسي سامح تبقى يعني بفترة طويلة جداً سامحت كثير مش فترة لأنه بالحق يكون فيش عندي مشاكل مع الناس لذلك من زمان يعني شايف كيف نعم مشاهدين الكرام عوداً الذي يبدئ نعم من من يسامح اليوم كل يوم يسامح ومن اللي بيحكي لك والله في ناس في قلبه هذول أنا ما بقدر أسامحهم ما بقدر أغفر لهم ليش؟ لأنه يعملوا فيه شغلات عجيبة وغريبة ونحكي له بالنهاية ديننا يعلمنا كيف نكون أقوياء ولذلك دكتور حينما نقارن بين الفترة المكية والمدنية نجد أن القرآن الكريم 13 عاماً ركز فقط على الأخلاق والتحلي بهذه الأخلاق الحميدة العظيمة التي تقود إلى تزكية النفس قبل أن يأمر بالجهاد وغير ذلك ورد العدوان وغير ذلك وذلك نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام علم جيناً من الصحابة كلهم أزكياء أنقياء مهذبين قد صفاهم من شوائب كثيرة كانت في عهد الجاهلية حتى أن جعفر بن أبي طالب حينما كان في الحبشة قال كنا قوماً أهل جاهلية نسيء الجوار ونأكل الميتة ونأكل الربا وغير ذلك من الصفات فجاءنا نبي نعرف نسبه وأصله وأمرنا بحسن الجوار ثم عدد صفات كثيرة هي في طريق إلى تهذيب النفس وتسكيتها وترقيتها كصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار وأداء الأمانة وغير ذلك من الصفات العظيمة التي إذا قرأنا القرآن وتدبرناه لوجدنا أننا بحاجة إلى تلك الصفات حتى تزكو هذه النفوس وأعظم دليل على ذلك أن الصيام يهذب النفس وينقيها ويصفيها من تلك الشوائب حتى تصل إلى أفق عظيم الخير شيخ محمد طيب الآن بقدنا هذا إلى تساؤل الإنسان موجود في هذه الحياة نرى عليه ظروف صعاب أحيانا واحد بيجي بحكي أنا والله طلعت مني والله زعلت والله رميت الطلاقة سبيل مثال والله لحظة غضب يا رجل إلى آخره يعني طلعت مني أنا هون بتلاقي فيه محك محك الإيمان الحقيقي عند هذا الإنسان الناس بيقول يا رجل خاف الله بيقولك طمعش أنا ما خاف الله بس في الشغلة هاي بالذات كأنه الدين متعلق بهاي الشغلة مش متعلق بهاي الشغلة خلص إحنا ماشيين أنا هون بعضهم بيحكي لك عم يحط الدين على جهة والله عياذ بالله أنا معني بأن أجيب حقي معني أني وكثير من الجرام اللي شفناها إحنا داخل واقعا فلسطيني وغيرها يعني بيحكي لك أنا بدي أجيب حقي شوي بحاجة الوقف هون إنه نشوف إحنا إيش أثر عبادتنا على تسكيت نفوسنا على أثرنا في تعاملاتنا الحقيقية في المجتمع صحيح شوف أخي الكريم أولا نتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا أنت بعفوك تزداد عزا وكرامة في الدنيا والآخرة هذه القضية لابد أن يفهمها الإنسان الآن أن تأخذ حقك فهذا شيء طبيعي كل إنسان يسعى لأن يأخذ حقه لكن لا يسعى للانتقام أن تطالب بحقك وأن تثبت حقك هذا لا حرج فيه والله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إنسان ظلم من حقه أن يظهر مظلمته وأن يعبر عن استيائه وأن يعبر عن الظلم الذي يمر به أما إذا ظفر بحقه وضقي هل سيقابل بالمثل بالانتقام أم يقابل بالعفو هنا يتذكر قول الله عز وجل وليعفو وليصفحو نعم ألا تحقون يعني دينا متوازن متكامل نعم مش أنه نحكي إحنا يعني يروح حقك على الآخر أم المؤمن رضي الله أنا في حدثة الإفك كلنا يعلم ذلك وكلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أيده الله تعالى وأظهر الله براءتها من فوق سبع سماوات وكل بان في حقه الآن بعد كل ذلك جاءت الآية لأبو بكر مع مصطح بن أثاثة فقالت أنه يا أبو بكر قال والله ما عدت أنفق عليه أبدا وهو الذي كان يعطيه وينفق عليه قال فنزلت الآية قال ولا يأت لي أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتيوا إلى القربة والنهاية الآية قال وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر لكم يغفر الله لكم يعني طلع ميزان ميزان الدقيق عند رسول سبحانه وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم مهما كان أخي الكريم وأنا أقول للمشاهد مهما كان الظلم الذي ظلمته ومهما كان العدوان الذي واجهته لكن بعد كل ذلك انتهى الأمر لن يكون هذا أكثر مما واجهه الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله دكتور أريد أن أضيف شيء مؤين مهم جدا أن أثر العبادة يجب أن يرى على النفس من خلال تزكيتها وتعذيبها ونقاءها ليس الأمر في الإسلام بكثرة العبادات وليس الأمر في الإسلام بكثرة الذهاب إلى العمراء كل عام أو الحج كل سنتين أو ثلاث ومن دون أن يؤثر ذلك في النفس ولذلك سينا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق هنا مقصد أو أثر عبادة يجب أن يرى على الإنسان رجع كيومي ولدته أمه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا ما يعني إيمانا؟ إيمانا أن يؤمن أن الله عز وجل فرض عليه هذا الصيام هذا شهر صيامه والنبي عليه الصلاة والسلام سنى لنا قيامه ولذلك إذا صام هذا الشهر إيمانا وقام هذا الشهر إيمانا جزاؤه وأثر ذلك غفرانا لذنبيه يعني بيقول لك اليوم يعني قربنا من العيد أول يوم رمضان ولذلك دكتور وذلك 29 يوم للعين يقول متى يخلص هاليوم يزاله ميم وهو غصب عنا بدنا نصوم هذه العبارات مش تنحط في السياق بأنه لسان مش إيمان قاعد بيصوم ولذلك قاعد قاعد يعني ويفرد ذلك عادة كأنه مكره كأنه مكره عليها يجب أن يقبل عليه بحب وشغف نعم دكتور بعد إذن دكتورنا النبي عليه الصلاة والسلام ضرم لنا مثالين فيهم أثر العبادة يجب أن يرى على تلك النفس الإنسانية المثل الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا أن امرأة دخلت النار في هرة هرة يعني هي حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض وهي مؤمنة طبعا وهي مؤمنة وهي مؤمنة بتصلي نعم أين إيمان إذا لم تكن تسكية لنفسها وأثر ذلك يعني يرى على المغامنات حتى مع الناس حيوان مع غيرين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن رجلا كان يمشي في صحراء فرأى في رواية أخرى أن بغي من بغاية بني إسرائيل رأت يعني كلبا يكاد أن يموت من شدة العطش فنزل الرجل إلى بئر وأخرج القليل من الماء بحذائه ثم سقه فغفر الله له والنبي عليه الصلاة والسلام أي دكتور يعني أخبرنا حينما سئل أن امرأة تذكر من كثرة صيامها وصلاتها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها أين تذكية النفس من تلك العبادة الكثيرة التي هي فرائض للإسلام فقال هي في النار لم تنفح العبادة إذا لم يكن سلوك إيجابي وتذكية النفس وبالمقابل ذكروا له كذلك أن امرأة لا تكثر أو تذكر من كثرة صيامها وصلاتها وصدقتها يعني بس بتصلي الواجب وفيش نافلة وتصوم رمضان بدون نوافل الثاني وخميس وفيش عند قيام ليل ولكن إيش الابتياز تبعها زكاة النفس زكاة نفس وتطبيق العمل اللي هو الإحسان إلى الجارة نحسن إلى جارة سيد النبي عليه الصلاة وهو جالس في مجلس عظيم في المدينة وإذا به يقول يطلع اليوم الآن عليكم رجل من أهل الجنة استغرب الصحابة كيف أن رجل يعيش معهم مبشرا بالجنة فخرج إليه الرجل يقال هو سعد بن أبي وقاص ويحمل حداءه بعد أن توضع وجلس معهم وفي اليوم التالي النبي عليه الصلاة والسلام يكرر نفس البشرة لهذا الرجل واليوم الثالث كذلك وسيدنا عبد الله بن عمر بن العاص كان فتى صغيرا أراد أن يحرف ما سر وسبب دخول أو شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالجنة مع أنه كان فقير فذهب لعنده وقالت على حيته مع أبي وريد أن أبقى عندك بعض الأيام فمكث عنده ثلاثة أيام لم يره يقوم كل الليل ولا يصوم النهار ولا يتصدق بكل ماله فأخبره في اليوم الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبشره بأنه من الجنة ماذا يفعل هذا الإنسان إيش السبب أنك أنت بأهل الجنة الذي وصل إليه إلى تلك المرتبة العظيمة فقال والله يا ابن أخي إلا ما ترى يعني إنسان عادي ولكن لا أبيت إلا وصدري سليما سليما للمسلمين لذلك الله عز وجل يوم القيامة حينما يكرم الخلق المؤمنين يعني يأتي بسيدنا إبراهيم إيش قد أتى ربه إيش بقلب سليم نسأل الله سبحانه وتعالى شيخنا إنه يوفقنا وإياكم ونزقنا هذه قلوب وهذه النفس العطرة الزكية التقية النقية الخفية المخبتة إليه رب العالمين شيخ دكتور عرسان بارك الله فيه شكرا لكم خير كلاك دكتور محمد الله يسعدكم يا رب مشاهدين الكرام ننتقل إلى رأي الجمهور على سوشيال ميديا وعلى موقع التواصل الاجتماعي في حلقة هذا اليوم في تزكية النفس فلنشاهد سوية نعم أيها الأحبة عودا حميدا نقول هي النفس ومقدرة كما هذه النفس نعم نبحث دائما في سبل الارتقاء إلى الله سبحانه وتعالى على تزكية هذه النفس على النجاح في تلك الصراعات الصغيرة أشد الناس ابتران الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل يبتر المرء على قدر دينه إن كان في دينه صلابة زيدة في بلائه من كان في دينه يا رقة وفف عنه لا يعلم بحالك إلا الله لا يعلم في ابتلائك إلا الله قد يشكو الإنسان قد يفضفض الإنسان قد يتحدث الإنسان مع قريب مع زميل مع جار مع إنسان عزيز عليه ولكن والله لا يعلمك ويعلم أهمك إلا الله لذلك أشكو همك إلى الله أشكو حزنك ووجعك والتجاءك إلى الله قد تصاحب من تصاحب ولكن بالنهاية سوف يتخلى عنك الجميع قد يتعلق هذا القلب بالزوجة قد تفقد الزوجة قد يتعلق بالوالدين قد تفقد الوالدين قد يعلق قلبك بالمال قد تخسر المال قد يعلق قلبك بابن أو ابنة بطفل أو طفلة وتأتي الحياة وتشاهد موتهم ورحيلهم قبل رحيلك ذلك علق قلبك بالله سبحانه وتعالى وعلم علم اليقين بأن الله سبحانه وتعالى سوف يسائلك ليبلوكم أيكم أحسن وعمل في هذه الحياة ربي العمين ابتلانا بالاختبار في هذه الحياة ما حكى ليبلوكم أيكم أكثر وعمل وإنما قال ليبلوكم أيكم أحسن وعمل لذلك أحسن العمل أصدق مع الله يصدق الله معك أصدق مع الله يحبك الله يجعل جبريل يحبك يجعل أهل السماء ملائكة السماء تحبك يوضع لك القبول في الأرض وإذا أبغضك الله أبغضك جبريل والملائكة ونزلت تلك العداوة البغضاء في قلوب البشر تشوف إنسان تحكي نفسيا مش مرتاح له خلص فيه إشي هيك خليني ما أرتاح له هي بغضاء وعداوة القال الله في قلوب المؤمنين على بعض الناس اللي عن جد أغضب الله سبحانه وتعالى حتى أبغضهم جل في علا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبنا وأن يقربنا إلى محبته وأن يرزقنا عملا يقربنا إلى حبه يا رب العالمين ما أجمل كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كن قريب من الله يكن له قريبا معك فعلم علم اليقين إن الله سبحانه وتعالى يحبك لو لا محبته ما هداك لو لا محبته ما نصرك ولا آواك نسأل سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعز والنصر والتمكين يا رب العالمين أن تكون نفوسنا جبارة قوية متحملة صابرة خاضعة لربها جل في علا نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج مع النفس إلى هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته